موسيقى موسيقى مرحبا بكم في حلقة جديدة برنامجكم نجوم الجالية في هذه الحلقة كيف ما عودناكم كان صدفوا فيها الكفاءات المغربية في العالم واللي استطعوا أنهم يتميزوا في مسارهم المهني كسفرة للمغرب بلدان الإقامة في هذه الحلقة جديدة برنامج نجوم الجالية سنستطفوا مريم شديد أول علمة فلكية كتوصل القطب المتجمد استطعت أن تحقق حلمها عن طريقة حبها لعالم الفلك وهي كذلك أستاذة جامعية بجامعة نيس في هذه التخصص مرحبا بك مريم شديد وكنشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا اليوم في برنامج نجوم الجالية مرحبا بسيدة إيمان مرحبا بمشاهدين الكرام في المغرب وفي خارج المغرب وشكرا على هذه الدعوة اللي غتخليني ندوز واحد لوقيت جميل معاكم ومع المغربة مرحبا سيدتي بداية مريم شديد أنتي مواليد مدينة الدار البيضاء وطرعرعتي في درب السلطان حكي لنا على طفولتك وشنو هي أهم الذكريات اللي الآن كتتحضرها في ذاكرتك مني كنت أذكر لك درب السلطان أولاً أعتز كثيراً بنيمائي إلى درب السلطان إلى حي درب السلطان اللي كيعتبر ملعب دخولة ديالي واللي نبعث فيه جذور المعرفة ديالية الهاوية ديالي في علم الفلك جثم من درب السلطان أشانا نقول لك عندي ذكريات جيد جميلة في هاد الحي وفي الدار البيضاء من عائلة جد جد تقليدية شعبية الوليد ديالي كان حدادة كانت يخدم في زنقات الحدادة كان لامين ديالي زنقات الحدادة في الدار البيضاء والوليدة ديالي كانت ربت البيت وإحنا كنا سبعة ديال الأطفال سبعة ديال الإخوة والأخوات كيف كانت تقول لي الوليدة أنا كنت رقم السلطان جميل أحصلت نعم نعم إذن مع الإخوات ديالي من تنا تعلمت بزاف ديال الوصال الحميدة بحل الإنصاف والإخلاص والفعتاج والتسامح والمحبة أحصلت على إجازة في الفيزياء من جامعة الحسن ثاني بالدار البيضاء ثم بدتي من بعد في تحضير الدكتورة في جامعتني سنة 1992 والتحقتي بالمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي كمهندسة فلكية وش ما كانش بالإمكان أنك تستمري دراسك مثلا بالمغرب في هذا التخصص أنا كنت كان دراسة في المغرب كنت جد طموحة وراغبة باش نكون أسترونوم علمة فلك وعلمة فضاء وكنت جد راغبة باش ناخد دكتورة ديالي في علم الفضاء والفلك ولذلك مشيت تحق بجامعات أوروبية جامعة فرنسية لتحضير الدكتورة ديالي باش تكون عندي باش نغير الموهبة ديالي لي علم الفلك كمهنة كيفاش جاهد الشغف بعيم الفلك؟ إمتى بدتي يعني كتكتشفي رأسك أنك مولوعة بعيم الفلك؟ إيبا من درب السلطانة؟ من عند الطفولة؟ في الطفولة ديالي كنت كان في حب الفضول كنت لابده خاصة نفهم كيف وما السبب ولماذا؟ خاصة نعطي التفسيرات الجميع على المظاهر الطبيعية اللي كنشوفها وهذا ووسما كنت اخدت ليها الاتنسيان ديالي كلها إذن كنت كنت طلع في الصح في الجردانة وكان راقب النجوم والعلامات الفلكية في السماء وكنت كنت نحاول نشرحها، نحاول نلقا تفسير لاتشي كله لماذا النجوم كتلمة؟ لماذا هناك تغيرات في فصول السنة؟ لماذا هناك تغير الليل والنهار؟ لماذا الأرض كتدور؟ هذه كل كتبات تقالي تفسير في عين الطفولة والأخ ديالي مصطفى شاف لهذا الاحتمام كبير ديالي في هذا العلم علم الفلك، علم الفضاء وهذا ليف كنت عندي عشر سنين كتاب على علم الفلك بمناسبة العلمي للديالي وهذا الكتب هذا أغير بالمجرى الحياة الديالي الحياة المهنية وحياة الشخصية هذا الكتب هذا كانت تحكي على دورات الكواكب حول الشمس في المجموعة الشمسية وأستفت منه بثاف ومثل ما كنا صممت باش نكون أسترونوم كان هو الهدية دعي الميلاد والهدية دعي المصر ديالك في نفس الوقت نعم جاء قرار الهجرة للفرنسا اللي كما قلنا الاستكمال الدراسة الجامعية وأنت قدرت مغامرة استكشافية ووصلت القطب الجنوبي المتجمد وقمت بهذه المغامرة هادي في سنة 2005 أليس كذلك؟ نعم، في 2005 قررت بهذه المغامرة الاستكشافية كانت مغامرة بجميع المغامرات اللي قمت بها من بعد استكشافية في القطب الجنوبي كانت مغامرات جد خطيرة ولكن من أجمل المغامرات إنسانية وعلمية كما تتخل دائم؟ 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 لذا أرى أنني أسابت أحب لتحجب سأشعر في المواقع بأنني سألتكي برائحة، المواقع، ويحتاج إلى المواقع بحثي 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 من المواقع. وكذلك في لطول لطول لطولة الحارقة، ليس مقصد لك، مقصد لطولة الأعلى، ليس بحثي بحثي، الأبع يمكن أن تذهب إلى 80 كيها وفي ترة أخرى، يمكن أن تذهب إلى 4 000 مد حصول وفي كل شيء، لا يوجد التأكيد لذلك، كيفية الحصول على الإمع هي الأكثر مزيدة هناك ملابا أم العالم على حد أن هذه المزيدة هذه المزيدة هي الأكثر مزيدة ولكن، خلال هذا الفرع как se أقول بها هذه التفاق فهو vídeo لعندما كان في الأعلى ذلك. لذا فعله أنا المترجم من جيدة لكي أظهر ورحصل على جيدة إجراء ومقادير مشكلة إلى إجراء وضع نظر وليس لغطى التعاريخ كبيرت منها لمنظور. عندما يتحرك الى الانتقار أول مانا ينحن نسيقع وهي تحركات الابقائية التي ينحن نسيقع أخرى في هذه الرقمات التي تحرات الانتقار الأولى تحركات التواصل نحن نحن وليس لن يسحق ليس نسيقع على الذراء الزائر لتحركات الانتقار الأولى ولدوح الى الى البنطة ويلددون جعلنا نراكز على الفي تكون معين البشرة بقدروا الناس الأمر لأنك الى الدارة المتالية وتعالي الكرانه مفق البنط مهمم لا مرتب الاحظام فاقام ان يتمكن من الحالة عندما يكون هناك فاناً يمكنك رياجع بسيطة يمكنك تغيير الانتظارات الانتظارات وهي جيدة للانتظارات ويوجد هذا الانتظار 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 لذلك هناك فترة للمشاهدة الانتظار الانتظار مرحبت المغامرة السيكشفية وماذا تكون هناك فكرة أخرى أنك تكمل أو تقومي بمغامرة أخرى توقيت كدبا تبارك الله تجربة وجدتك الفكرة في منطقة أخرى تطمحي لها مثلاً أو تحلمي تصل إليها ليس لهذه المغامرة أنا إنسان يعجب التحدي بدون حدود جميل جميل تبارك الله إذن نعم توسطت إلى القطب الجنوبي أو haciendo�리 عدد وإثنان لذلك تبلغي أعطي لم يعد للإنسان المعلمة يمكنك إيجاب ويوغيره يمكنك إيجابها الغباطة والأمولة والأمولة فه إنه مجموعة وليس لمحاولة فهما أريد أن نعم 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 على هدف الأمولة هدف الأمولة منطقة ويقالت تجربة في الانتفاق، يجب أن يتعارف الى عام، تجربة لأسفرات تجربة 8 ميزة، يتعرفين بلاد، ونحن نحن نحن نفعل من تجربة 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 تجربة، أعطي أن أعطي أن أعطيب أن تكون لدينا أعطيب، مدى المدينة وكما تشترك على تدورات هاتف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بواد بقيم ، تطابق مزال 30 ميسزر قليلا و BJ Weg مستقيم تتت 당ار هم هو قديم ع登ه من نظام والث لقد قد يمكننا أن نتحدث فرصة مدى شرماتك بشكل مدى الشرمات وهذا هو حد لديه جميلة للمارس أريد أن نعرف ماهتم حولك من حيث الاندماج في الحجرة في البداية في الفرنسا أريد أن نعرف ماهتم أراضي في التغييرات أو هاته دي مجالك كان سهل في الموحيط الفرنسي في بداية الهجرة؟ في بداية الهجرة التحجمة كانت سهلة كانت الصعوبات في كل المجالات وفي كل الأوقات كانت صعوبات مادية، صعوبات مادية إذن كان لابدا نشتغل وندرس نفس الوقت كانت الصعوبات في المستوى ال SUN البلوحيط في لorpديم قلت teaserات بداية الهجرة الخالب من مارك البلحضاني اتراضي على مقلق المستخدم التي يمكن أن نخدمها وأن أشترك في العالم المتعاون بها وأن تتعرف أن شاركي في العلم المتعاون وأن تتعرف عن الأولى لامنه وأنه لقد ستكون في البحرات المتعاون وبعد ذلك هذا المتعاون كان لدينا غير مرور هناك أيضاً مشكلة، مثل كل التكييف مع المحيط الجامعي التكييف مع الأطباع الأوروبية، أنا من عائلة جدا تقليدية شعبية، كان هذا التكييف حاضر في كل الصعوبات لكن كل إرادة والجراء والتحدي بيديو نحاول تجاوز هذه الصعوبات كلها، وكذلك هذه الصعوبات كلها جعلتها كالتحديات، لسلوات إلى الهدف وفي الاخر، نحن نسمع أنه كانت كم إليها تقمي أحسنة لكي تساعدين لكي تساعدين لكي تساعدين كم إليها تقمي أحسنة بالرجوع للمسارك، الآن تشتغلي كباحثة في مرصد كودازيوغ الفرنسي القومي، نريد أن نعرف المهم في هذا المرصد، وكيف تجربة هذه البحث في مرصد كودازيوغ الفرنسي القومي، لأنه لا يسهل الدخول لهذا المرصد؟ كيف ما قلت لكم بلا؟ نجيت باش ناقض المستوار ديالي لديوها ديبرون ديتو تابرون دي كان هناك مشكل في الدراسة جيد في المستوى الدراسي، ورغم ذلك جاوزت هاد السنة نجحت بامتياز، ومن البعد ذهبت إلى باش ناقض الدكتورة ديالي في جامعات تولوس، ولكن حضرتها في المرصد كانت أول دكتورة سوليكوفول، أول دكتورة في هذه المرصد، مهم، هناك كذلك جد صعوبات وحكايات، وعندما نخش في التراصيل هذه كله، وعندما نردت باعدة أكثر من أثناء جداً، ثم أخبتني إن أتمنت بأنني أتمنى أنني أريد مخلصي الإجابة لكي أصدقاء على الإبتعار لأسفر بالأسفر. واسأتا. وفي ذلك، فأخذت حقا جدا لأنني أشدت مجموعة ومجمعيني، فإن أصدقائي جدا وما لم يكن للمساعدة بعد ذلك، فأنتي خارجت حقا إلى الأسفرق. إذا كان هذا هو مفكرة لكي تتكلمت لكي تجد الإبتعار؟ نعم، 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 لا نصدقم أن تتكلمنا لكن يمكننا أن نقول هذا. كان وقع لك الاختيار لكي تكوني ضمن الفريق الذي يشتغل على مشروع تنميات مستقبل القطب الجنوبي. يكسب بيانسا. نريد أن نعرف أكثر تفاصيل على هذا المشروع وكيف شجعت هذه الفكرة أن تشتغلي ضمن هذا الفريق؟ كل شيء يتعلم من أنفسك ذلك. ويأتدون أعجب بأنني أعطي لبدا الناس يحفق على الأشكار. أعطي لديك العمل. ممتابع أنني ليس منظر الإشراكة لأنني أتبع العلم من المشروع. وتمتعلم من الأشكار من صحابهم وما يتقبل أن تستخدم كما نحن مختلفة مننا. لا يطلب شيء وتطورنا، في التارتكيقية لا يوجد في التارتكيق الأنظر لدينا مدعوة فأصدق الأنظر يوجد بيكي يوجد بيئات المتابعة وفي ذلك الدولة وفي ذلك التاريخ هناك وفي ذلك التاريخ يتبعلم عن كل مطلع ونطلع أجل أن أدخل هذا التاريخ عن السبب لذلك سواء تجب على محرك يجب أن يكون هناك سؤال الاصبع و تذكره بشكل من أحياني تستخدمين ويظامين ويظامين وأنت تسرق ويظامين وهو ويسأت بشكل من المعلمين دي جديد هذه أطلاق. وذلك، فأنا أقول أنه يجب أن أماماً. بالمواسطة مع العمل أنت كذلك كما قلنا في الأول كتدرسي علم الفلك في جامعات نيس الفرنسية. كيف تلقى مريم شديد ذاتها في التدريس وكيف كنت قدرت وفقي بين مهام البحث في المرصد والمهام التدريس في جامعات نيس الفرنسية؟ أنا دائماً كنت أرى أن التدريس مهنة جداً شريفة والتدريس كي يساعدني في تدعيم كيان ديالي الوجود ديالي. وهذا كي تجيلها مثلاً في إعطاء المعلومات ونقل المعلومات للجيل القادم. وبهذه الطريقة هذه العلم والتطور العلم يبقى على شكل مستمر إلى الأبد. إذن لا بد ما نعطيه المعلومات ديالنا ونقلوها للجيل القادم لكي علم الفلاك يستمر دائماً. هنا نزيد واحد الكلمة بأن علم الفلاك علم جداً قديم جداً. أول علم في كيان في حياة الإنسان. منذ الإنسان كان يزول هذه المهنة منذ القدم، منذ العصر الحجري. نحن الآن يزولنا بشي سمر. وكأن درغادي سمر لأنها مجد تتتتتتتتتتاً مع تتتتكلمات لذلك الأسترونومية تشترك مع التكنولوجيا المدرسة ومع التكنولوجيا أيضاً تشترك مع الأسترونومية طبيعة الحال كيف كانت توافقه بين هذه المهام البحث ومهام التدريس؟ هل كانت تشعر صعوبة من هذا الجانب؟ بالعكس خ awesome كل مدرسة في دوني سريد في تشترك مع الأسترونومية تجب انظر صوتك بشيط دوني بشيء standقاء من خلق مدرسة دوني مساورة أمسيطة خلق خلق المصارج دوني مسياة أسастиني وينفاء وكانت من المشارع وبدع في مشارك مجالي jedesنية ليس لديهم أكيد 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 أن هناك سيكون وأكيد أكيد أنا المترجم إنسان من دون أنهم أكيد أنه Donc vous voyez il y a plusieurs vies dans une vie et je me dis toujours que quand on veut qu'une vie est réussie il faut avoir une interaction, des interactions très positives avec toutes ces vies pour avoir un certain équilibre. Et tant qu'on a l'équilibre entre toutes ces vies qu'on a de l'enseignement, de la recherche, d'occuper de ses enfants et tout ça, et tant qu'on a l'équilibre on a la réussite tout simplement. لذلك هذا هو مستقبل. نعم. للإشارة مريم شديد كنت توحشحتي من طرف الملك محمد السادس وحصلتي على وسام من درجة ضابط. كيف يمكنك هذا التوشيح في مصارك المهني؟ هذا التوشيح يعتبر بالنسبة لي ابتخار كبير وابتزاز شديد. لأن أولا هذا الوسام يعتبر أول وسام المغربي عربي وصل إلى القطب الجنوبي. وكذلك يعتبر رمز وتقدير الإنجازات العلمية إذن تشجيع كبير. وكذلك تدعيم الدور المغربي في مجال العلم لأنني أعتبر هذا الوسام مشغلية. جميع العلماء اللي سهموا اللي غمروا اللي ضحاوا بكل قطر في سبيل تطور العلم لأجل التسامح والسلام. هذا الشيء جد جميل. نعم. إنو بغوا نعرفوا نصيحتك للطلبة اللي مولوعين بعلم الفلك وبغواين طوما يكملوا دراستهم فتخصوا هذا يعني خارج المغرب أو داخل المغرب. شنو هي النصيحة اللي تقدري تقدمي لهم من خلال تجربتك؟ كنشجعون بزاف. كنقول ليهم مني كنلاحظ الأصل ديالي جد بسيط كأصل شعبي تقليدي في المغرب. والآن في عالم أوروبي دو التفاوت سياسي وجغرافي. ومنين كنلاحظ الوضع ديالي كامرأة في مجال الرجال. لأن مجال الفضاء والفلك مجال الرجال. وكنلاحظ كذلك جميع الإنجازات اللي قمت بها في علم الفلك وعلم الفضاء جميع الاستكشافات الفضائية وذلك الشي اللي قمت به. كندعم بأن هناك أمل لكل طالب يعمل بجد لتحقيق الحلم دياله والهدف دياله. أبداً. تفكري أنه إحدهما يكون لما لا مستقبلا علماء فلكين أو لا ترى أنه عندهم اهتمامات أخرى الأطفال ديولي نعم الطفل ديالي الولد عطيته الاسم ديال تيكو باسم عالم فلك تيكو بايد عالم فلك جد مشهور بالقرن السادس أول واحد در لا ريفولوسيون دو بسعباسيون الأسترونمي إلي مان ريفرانس دوك عطيته ديالي لنو ديال تيكو باشي كون هو يهتم كذلك بعلم الفالات لكن كن خليهم كون على حسب وما أشنو بغاو عندن عند الولد ديالي الآن كيفي ماتسوف ماتسبي يمكن غادي تابع الدكتورة في علم الفلاك يمكن لا وعندي بنتي بقدير دراسات في الطب جميل لايخليهم ليك مادام مريم شكرا لك مادام مريم شديد على حضورك معنا اليوم جزيل الشكر كانت حلقة شيقة وكنت منالك المزيد من تألق مسيرتك المهنية شكرا لكم كذلك مرحبا أما أنتم مشاهدين الكرام فنطلقوا في موعد آخر مع نجم آخر من نجوم الجارية تبقاوا على خير